اهلا سهلا مساء الخير مرحبا بالجميع في سبور بلوس نسخة كان الكود ايفور مع بعضنا من طوح حتى ان شاء الله لتسعة من تعليل سعيد برشا بلقائكم مجددا وتحية كبيرة برشا لكل متابعينا ولكل مستمعينا سواء كانوا داخل او خارج حدود الوطن اليوم بيش نحكيه برشا كورة بيش نحاولو نتعرفو ما هي التركيبة التكتيكية المثالية اللي لازم يبدأ بيها ولا ينجم يبدأ بيها المنتخب الوطني تونسي خلال كاسفريقي هل لازم نتأقلمه حسب المنافس وإلا العكس هو اللي لازم يصير عليش منتخبنا وكذلك في رقمه عندها مشكل كبير في صناعة اللعب وشنوه الحلول بيش منتخبنا يعرف يصنع اللعب ويخلق اكثر فرص يخلط بيهم للمرمى نحكيه كذلك على تمثيلية البطولة الوطنية رابطة محترفة الأولى اللي كانت القدم في اللاكان هذية عدد الملعبية الموجودين في المتخب كذلك عدد الأجانب الموجودين مع متخبات بلادهم بيش نعملوا مقارنة في آخر خمسة نسخ رجعنا العاشرة سنوات الأخيرة بيش نعملوا مقارنة هل كثروا كثر الرقم وإلا نقص الرقم على كونش نجعه بأكثر تفاصيل بيش نحكيه زادة على المتخب الجزائري قراءة تفصيلي في منتخب الجزائري فيس كبيرة شوية أربعة بلايش على منتخب البورانديو بطبيعة الحال روفيو دو بريس متعنا أهم ما صار في الصحافة من أحاديث ومن عنوين في الصحافة المكتوبة المسموعة وكذلك المرئية مرحبا بكم في سبور بلوس تبعات الحالة دو غيرو من الأخبار ومن المسجدات ومن التفاصيل تحية كبيرة برشا لكل فريق العديد أمير الخميسي في الإخراج تحية لي ملك تحية لي وي ايم ولي أميمة سعيد جدا أنه بش رفقوني في التحليل على المعطيات هذي وعلى المسجدات ضيفنا بش نبجلوه هو الضيف مبجل لكنا نحنا بش نستعملو العكس لما يوخ بوغ لفن إذاك عليش بنخليه للأخر وبشرح بوبيوليد الدار رضوين الفلحي ياهلا وسهلا لك الوحشة وهالغيبة يا سيدي ياهلا وسهلا مرحبا بيك كل المتابعين ومشاهدين سي عبدالبقي ومغير ما نحرقك في الضيف دونك لازم كنتي تقدم أخويا بالقدير ونعرفك شوية كابابل ما شاء الله لك العادة كابابل لشنوه كابابل غالون ونعرفك تقدم الضيف متاعك نظر باللغة برشا حب وتحطهم بالإطار صحيح نظر باللغة مرحبا بيك سعيد جدا لكم معنا لكم معي شازد الفلحي تغيب تعلينا لأسباب شخصية الأسبوع على فارت يرجعنا الأسبوع ذا يرجعنا زادة ويواصل معنا سي عبدالبيقي بالمسعود أهلا وسهلا مساء الخير أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بكل المشاهدين وكل المجتمعين وكل الوعيين وكل مثقفين وكل متعلمين وكل الجهلة خطر أبا ثم بعض الجهل لأنا نحب قوله محويشا رضويل الفلحي راهو أستاذ أهلا وسهلا بيك محويشا رضويل الفلحي راهو مش جيست لعب الكورة أو كوارشي راهو أستاذ أهلا بيك ثم برج النس بتعرفش عايبا يقول جاهل معنا عدم العلم بالشيء هذا كنقصد به أي مش تعايفهم محويشا رضويل الفلحي سير عزوالي جيد بيان راهو أستاذ شونا بروفيسور بالجامعة متخرج بتقطع لنا الضرعن ويحده رو متخرج بشهادة جامعية أهلا وسهلا مرحبا بك بسي عبدالبيقي وبسي راضين الفيلحي سعيد جدا باستقبال ضيفنا لليوم قام من قامة التدريب الناخب الوطني السيبق المدرب السيبق لعديد من الأندية ترجي نادي الأفريقية نادي رياضي البنزارتي تجارب خارج تونس وغيرها هو زيدا أستاذ كرة قدم بمتياز زيدا سي يوسف الزواوي أهلا وسهلا مساء الخير مرحبا أقرب لي لك الميكرو يا سي يوسف أهلا وسهلا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بكل الحضور صفا شنا حولك والله الحمد للباس سعدينك تكون معنا في هل الجو اللطيف هذا شكرا شكرا أنا أكثر أهلا وسهلا مرحبا بك وخصصنا الكنديكتور على حسب اللظيف نعرف ويحب يحكي في التكنيكو تكتيكو الأمور وكذا عن ما نحكي ومعكم أن نسألوك سيوسف الزواوي مرحبا بك مرحبا بالجميع في الساعة الثانية بشنة حق بينا من فرنسا عصام الغدار الهدف التاريخي للمنتخب الوطني تونسي عصام جمع بعد شوية يكون معنا نحكي ومع زيدا عليكي بناسينا وعلى عديد من المسجدات فاصل ثم نبدأوا في حلقتنا مرحبا إذن أهلا وسهلا من الجميع بعد شوية بش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي كذلك على حسن التمارين اللي صارت قبيلة في ملعب الهيدي نيفير في باردو عليش تبدلت من ملعب الفرعي بيرادسي لباردو طبعا شو نحكيه على التفاصيل هداية لكن البداية بالروفيو دو بريس باي خنحطه نسل كل ساعة في الإطار باي بش نحكيه على الشيخ والي اللي يعاوض عبدالله محمود في موريطانيا بش نحكيه على تصريحات أخرى لكن بش نحكيه وزيد على تصريح مع تعمل جدل كبير برشة لجمال دين اليمام في فوت فانكات مع زميلة تحية كبيرة ليه محمد العبداليبي منحبهش لحكيه تتفهم على أساس صارت انترفيو اليوم جبنا سيوسف الزواوي على خاطر هاكل انترفيو هذك اللي مش هكيه باتاتا سيوسف حكينا معاه منذ الأسبوع الفارض وحاسب الارانجمون وحاسب الديسبونيبيليتات متاعه كان نهار ثلاث فصار هذيه معانتها صدفة وبالتالي إذا كان هو يحب يعلق يعلق كان مش بش يعلق ما نش بش نقول له شن هو تعليقك وش نقدر بوا راس براس وكل الحكاية هذوكم اللي يصيروا في الإعلام على كل جمال دين ليمام تحدث في انترفيو طويلة برش على عديد من المعطاية تخص المسيرة متاعه وبتباعة الحال كيما كل انترفيو لواحد من جيل 94 يتجبد موضوع 94 وهسبب ناكسة 94 اسمها ما قاله جمال دين ليمام في فوت باندكات كانت فما تميز معناها مبين مليع بهذا ومليع بهذا خاطر كان المدرب كان يبجل الناس على ناشت يعني تكون مولم بالنس الكل وتكون ماناها تبشبش بالنس الكل نقولوها نحنا بلغتنا حتى كي تميز اذا العيز تولي معاش فما اسبريد جروب اما لا تعاركنا وبعضنا لو السرده صارت مشيكنا وبعضنا وناشتاي بالعكس نحبه بعضنا نحنا كنا فما شكون يحب يبدأ الماتش وفما شكون يحب يلعب ما كانش يروح وفما شكون يحب يفك الكابيتانا المحمد علي المحجوبي لكن العرك وبقديدة ضرب شكر الواعر وشكر الواعر ضرب ببقديدة وما صار شي المدرب هو اللي عمل خلافات مبين الملعبية يعني يميز هادم على الجروب هادم على الجروب هادم المدرب لز المجموعة والات مقسومة وقت لهو مدرب يزم يكون يقرب الملعبية اللي هو ماكسيموم لبعضهم هو فرق هو هو ميز هادم على هادم فما تبيه هادم يحكي معها كايو باش باش بيه هادم ليه هذا ليس حقًا جاء عسر زي deposits ق traversنا Nothing came to work with a crew و jump straight to my home نحن الحشيف باهو مدينةaji كلنا نحن نم haver came out today ميزي رغم كايو رغم باش بايز الله و ساقناppOSS هذا جمال الإمام في تصريحه ليفوت فاندكات سي عبدالباقي حتى الوقتين شو نقدر نحكيه على ناكسة 94 علش كل كوب دا افريك نعود ونجبدو ناكسة 94 أنا بدي زادة وقتا لي عملت انترفيو عامل تالي جمال ديني ممس التو زادة على ناكسة 94 سيوسف الزواوي تقريبا شهر شهرين تالي عمل انترفيو سألوها على ناكسة 94 فوزي رويسي كل عام نترفيو في التاسعة مع زمين لنا وفي الورتاني سألوها على عام 94 إلي متى بش نقدر نحكيه على 94 وإلي متى بش تقعد حكيت 94 محلولة علش ديما فيها ضبابية وكوتايفلو معتا في الموضوع وانتي عصرتها الكوب دا فريك هذيك من زاوية الصحف عبدالبيقي وانتي يشاهد على الكان هذيك بالله مش نقدر نحكيه عليها في كل ملجي كان وحنا نقدر نحكيه عليها مش تقعد لبيت تحكيه عليها واللي يقلق في الموضوع هو انه ثم جيل ما بعده جيل تسعينات اللي تولده عام تسعين ودز الفوق وتغرمه بالكورة يسمعوا في اقاويل ملاء ملوحة منا ويصدقوا وهذي هو المؤسف انا بعد 94 ما خرجنا حتى ملاعبي وعطانا ش ثم وش ما ثمش الى حدود اه ربعتاش جنفي النهار سمعت واحد انا يحكي على الديتاي هذو ما بعد تحلت البلاد ما كتعرف الناس كله ولا تحكي في كل شيء واللي كان عنده حاجة واللي كان عنده حاجة مخبية ولا يقول فيها هاي تحرط العبيد العبيد ولا تتكلم مليس كذا تقول ايش تحبه كذا واحد ما هي الافضل انه سيرتو في الكورة انا اه كنا كنا نتكلمو في الكورة حتى في ما قبل ربعتا جنفيو نجبردلك حاجة تقولي كيفش كتبتوها هذي كيفش قلتوها في الكورة كان النظام وهي سياسة يقول لك خلي يحكيوه في الكورة خير ملي يحكيوه في امور اخرى بو وفاهمين عنا الحكاية هذي ميكوا ما مستغلين ان حكينا في الكورة اللي هو ربش يتمدى الشي هذي طالما لم يخرج حكيم وساج يكتب التاريخ كما هو شكونوا البروفيل التاع حكيم هذي لانه ما دام التاريخ موج مكتوب كما هو باش تقعد بارش عبيد تقول ايش تحب كل واحد يقول ايش يحب انا ما اتذكره عام 94 اه بارش اولاد من الجيل هذا يقولوا انه يوسف الزواوي كان امبوزي بار ناس عنده منوفوذ انه حقا ناس اللي عنده نفوذ كانت ضد يوسف الزواوي الحديث عليه أسليم شيقوب الناس اللي عنده نفوذ كانت ضد يوسف الزواوي وكان عنده مندرب فرنساوي تحب تجيبوا لكيب نيسونال واضح والناس هذيك اربما هي اللي اكثر ناس فرحت كيوسف الزواوي اخسر ما شبالي يوسف الزواوي كان لي متشبث بيوسف الزواوي حسب ما نذكر وما نشاهد وما نعاين ونحضر انا في الاستاج وقته سيدي ضريف ناس يوسف سي هو ربي يطول عمره وربي شاء الله يشد في صحته سي المنصف الفوذيلي اللي يشكك في نزاهة المنصف الفوذيلي ولا في كافئته ما عاش نحكيه معه المنصف الفوذيلي هو كان رئيس الجامعة وكانت عنده ثيقته في يوسف الزواوي نهايكا وقت يوسف الزواوي تم انهاء مهامه بعد ما تشمالي سي الفوذيلي استقى صحيح ولا يا سيوز يقول انه سليم شيبوب هو اللي كان ورات تلحيط يوسف الزواوي معتها جمال اليمام قال سليم شيبوب هو اللي نحى يوسف الزواوي معتها بكل اجتمع اللي عمره شوف كان ثم غضب كبير حتى وقتها بن علي يجي احضر الماتش وخرج وتغشش وكان غضب كبير على مستوى السلطة الكل بالهزيمة بعد تالي الناس اللي كانت عنده فيهم هو ثيقة بن علي باش يتصرف كانوا جماعة اخرين وانا وقتها في سوسة في مكتب جريد التونيش يبدو في سوسة في مهمة ونعطيك كان نعطيك راو ساعات الخبر التب وراه من عند من عند الواحد آآ السيرفور في ريستورا والله 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 لنساها الجانة قال لنا راه اليوم فلان وفلان وفلان فتره وقالوا يوسف الزواوي انتهت مهامه مجي فوز البنزارتي وزرقت الحكاية والله عندي كيمة تقول هلور في 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 لما متعج مع هذوما اللي كانت عندهم نفوظه وكانت عندهم كلمته مع الكورة هما ناس خدمة الكورة أخطأوا ما أخطأوش هذيك اخذوا القرار في الأخر بالتنسيق مع سلطة الأشراف ولم يكن المنصف الفوذيلي اللي هو رئيس الجامعة اللي هو رئيس الجامعة لم يكن مرحبا بهذا القرار وبعد الجيشة بعد الكانديركتمو استقال المنصف الفوذيلي مش على روحه واللي يقول لي المنصف الفوذيلي بيه وعليه نقول له معاشي نحكيه في سبار نحكيه في عاش أخر رضي يفيد عنكم اتعلق الموضوع ذي الكلنة ربعة سعينتي صغير وقت والله صغير لكن نجمون نسألك في ناحية الانقسامات بتاع جماعة الكلوب جماعة الاسبيرانس وجمال يمام قال ما فامش منع حكاية البوني هذي اللي بين بقديدة وشكري لو عزت تحكيت في هالحكاية ذي شوف لما حالا كنت صغير لكن المؤكد بحكم انه الحكاية ولات مسلسل مكسيكي على مر السنين الى حد الان خعدت تتجبد وتتحكي فيه الواحد عنده بعض الحيثيات بقى كمشاهد من بعيد ويمكن عاشت في فترات في المنتخب التونسي صعيب برشة ربش تلقى هذي خاطر من الاسبيرانس يضارب هو جور من اليتوال ولا متاع الكليب ما يحبش متاع بن زرت ولا نستبعد جدا في المنتخب بتكون موجودة مثل هذي الممارسات لكن يظهر لي اكثر ناس كاليفية اللي نجموا يوضحوا لنا الصورة هم اللي كانوا عايشين للفترة هذيك يقول لي معناتها كانوا موجودين سير بلاس ما نعرش يمكن سيوسف كان يحبي يدلي بيداره نعرش تحب عندك ما تعلق سيوسف ما نحبوش نطاولو فيه راي الموضوع خاطر عنا برشة حاجة معناتها اهم برشة لكن في النقطة هذي في التصريح اللي اللي اسمعنا يقول انتي سباب في كونه النكسة هذي خاطر انتي معرفت تلملم لعبية وتجمع معناتها محترماتي لي مجابج جديد بشي حط المسئوليه علينا هذي قبلتها من عربة وتسعين اللي حالة للحين وحتى توفى توفى الهال اللي حكيت علي انتي البوليميك الى ان يأتي الرجل الساج اللي يحكي عليها سير عبدالبق الحاكيم يعني هذي نحصب ما اعتبره انا تعدات لكن مع الاسف وقت اللي كما قال هالجيل انت تسعينيات اللي هو مزال ما تولتش مزال هو اللي علق ومزال هو اللي يتكلم شيء اللي سمعه هاي كل ما فسرت وقلت وعملت ما يسمعكش ما يسمعكش لكن الحمد لله فما اشياء قالها فوزي اه فوزي ايه فوزي رويسي فوزي رويسي ايه قال اشياء انا شخصيا كمدرب ما كن ما عنديش اعلم بها اللي هي مابينة ملاعبية اللي هيك وقته فما جيل اه مزال كيطلع وجيل قديم الجيل مزال كيطلع فيهم حمروني فيهم عادل سليمي فيهم فوزي اه وفما اللي قدم انا والله ما ما سمعت بها ما عنديش فكرة عليها مهم بشي اعرفوا الخيان وكي متوا انا احترموا برشا انا جميل للشي لانه هو لعب تونسي ومناه كان عنده تاريخ اه في الكرة قدمة تونسية وينتمي الفريق نحترموه برشا وانا شخصيا اشتغلت فيه ونحترم تاريخ متاعه ما نجمش نقول حتى كلمة فيه هو كل مرة يخرج ويدلى باشياء اللي هي لا عندها من الصحة ما فماشاء من الصحة ومش المرة الاولى مش المرة ثلاثة معنا ديما يتكلم في الامور هذي الكل اه يقول لنا مثلا اه نعمل في الخلافات ومثلا انه تبجر الناس على ناج وعملات خاصة طيب اذا انا عندي هالطريقة هذية انا اظن اشتغلت من الملعب التونسي واشتغلت في نادي الافريقي واشتغلت في التراجع الى التونسي واشتغلت في الفريق الام النادي رياضي بن زرتي واشتغلت مع المنتخب اكثر من مرة اذا انا عندي الخصائل هذية على شوية نمشي يعودوا عايتولي كان انا عندي الخصائل هذية نقطة اولى نقطة ثانية قينا هو كان ترنا عندي ايش يسأل الناس اللي ترناه عندي واللي هما كانوا وعداهم فطرة معايا يجب يسألهم يعطر هو بالنسبة لي انا ما ترناش عندي هو عاش معايا الفطرة امتال اربعة وتسعين هو اللي عافل ما تشثث نصي على اخرين ايام مكنش يسحق البلاسة اذا انا مثلا كما يقول هو ما لنسبة النجاح امتال المقابلات في البداية في البريزا وما متاع الجوارات ونعيش مع الجوارات ونعمل مقابلة الاول المقابلة الثانية على مستوى عالي خطفتها ملكش خطفت يو علي جينا في الكبدة فريكا ذيكا وصار كيكا المتشلول طيب هذي بطبيعة الحال بطبيعة الحال ام مع العلم اللي فطرة هاكية تلعب زوز مقابلة برس ام بول فيها تلك تلعب زوز مقابلة برس اذا كمان المقابلة الثانية كنا نجمه ننتصره ونتعديه وهذا اكيد ام اخي مصر منعرش فينا فينا بريوت خاصة المقابلة اللي هو وهزت وهزت هي تيتر في بلادها احنا لا الفين وستة انت تتصور انت الجمهور متاع السوسة والجمهور متاع تونس يتفقوا على حاجة لا يبقى متفقين على حاجة هو يوسف الزباوي يتنح شنو السببس يوسف؟ تعرضت المؤامرة فيما والله المؤامرة مش في شخصي انا في شخصي انا لا مؤامرة وانا قلتها بالمثال بتاعنا الشعبي وقلتها برشة مرات وانا ولا قلت معش نرجع لها اللي حكاية بتتتتتتتتتتتتتتتتائي mast outta payday تعارك سعد وسعد الله جيت مباركة شكون سعد وسعد الله شكونو شكون اللي تعارك معا شكون وجيت انت في اله بالطبع فما خارج سليم شيبوب وكلان سليم شيبوب وانت تابع حتى كلان حتى كلان واكبر دليل على هذا فما خيانا لبريزيدون دي كلوب اللي بعدش قاعدوا بهتين فيي شنو اللي قلت انا وفما اشياء ما تتقال اشياء عملنا اجتماع مع الرؤساء وبش نعطي البرنامج انتعلى للمنتخب عطيت البرنامج تعب وعملت ملاحظة للملاعبية بتاع التراجل اللي يتونسي بما فيهم محجوبي وبما فيهم شكري لا مش شكري بما فيهم حكيم نويرا لان حكيم نويرا وش عنده محجوبي عنده ان بروبليم دو دو حكاية ضربة ضربة وحكيم نويرا فما هيك وقتها مزال كي طلعت الفاتيق على مستوى البيروني متاعه ما طلحناش ديما يقعد ويرجاو انا قلت راهو على مستوى الميتسين دي كلوب ينا جي اتاكيل اسبرانس ومعرش كيفاش نبلغها جي اتاكيل اسبرانس والرئيس قاعد سيسليم قاعد ابان سيسليم بالمفتاح متاعه يضربه ويطيح الكرسي متاعه يقوم يقوم ويخرج تغشش من الموقف تاعك وعنده الحق انا شفت عنده الحق وحتى كيكملت كيكملت يتصل بي يقول ايش بيك قلت له والله ما نقصد نقصد انا جي باسي اميساج متاع لو جواد جواد سنتين متاعه انا دو هدا شا عنا فيه نرجع للسيد اللي هو ونختم ايه خلنا حكيه على الكورة على كده ايه نختم السيد هذي اللي يتكلم جمال اليمام جمال اليمام مم واني قلت كانها نحترمو نحترمو مش ما انا في الكلام تاو نحترمو كلاعب تونسي ونحترمو قيان تميلة الملعب التونسي لكن الكلام اللي يقول فيه ما عنده حتى شاي من الصح واكبر دليل على هدا اللي قاعد يقول فيه لدرجة يقول انا العب قلت سين وعندي ليجو منكرو زي ما تقطع عمره ما يتقطع للميرام جرمزية تعجمت اللعب هذي حاجاتين بالنسبة لهو ماذا بيه يصلح امورو وما يهتجمش عن نال ويحترم الناس كما انا نحترمك. كما انت تنتمي الجامعية كبيرة. راو زادة نجم يقول فيك برشا شي. تاو الحقيقة الحقيقة. تاو تيكنيك ما اش عالينا في الكواليس كذي. جمال لي ما ما كانش عنده بلاصة في اللاعب اساسي. ما يجمشي كون تيتيولار. عليه? علش? خاطر رأيينا. اي اي اي. انا عندي طريقة. اي رأيي المدر. انا عندي طريقة نلعب بها. اي. انا الطريقة نلعب بها. نجحت. ونجحت انا جمعيات كبار. انا نلعب هو فيل كد ti لوزن. انا نجحت علىastically. الذي انا بس naked票ه. ما يجمشي كون عنده بق عليه. هو تيتولار. اي تيتولار. ما يجمني كون انجло. يعني انو خيب. أكبرش خيب انا حمري ما كنت خيب. ما يجمشي كون titولار. ما نجمش نبني عليه طريقة لعب. علش ما دvar ليسيه. لو كان جا عندي تميم نبني عليهه طريقة لعب. خاطر عليه تميم يجيب لكلم ما질. اما هو ما يجمش يجيب الماتشات. خطر هو يلعب ستانج جوور دو كولوار. يلي دي روى دون لطا. وابحمة. اكس اكتوالما احب يقول ما انا جامش لو كان جاكت في الوقت هذا ان كات دوت روى ان. راهو يلعب. راهو يلعب. راهو يلعب. راهو يلعب. اهو نعطيك جوور اخر. اي 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 خلق قد نص ديجا سي وصفاك. اي اهو نعطيك جوور اخر انا وقلت بارش امرات وان عودها. اللي انا نعتبر مستغلتوش. بس نعتبره جوور فالور. سيرتو في الفوتبول اكتوال. هو اه الجوور ملكاف. جيل بيشا. بيشا. شابي. موراد. موراد. انا نعتبرو عندو كالتي اللي هي مطلوبة تاو. عندو لكالتي دريبل. اما وقتها ما يتماشاش مع الكاتد كان دو لزانج اللي بيه انا 4 او 5 او في الاسبرانس وانا دوميني الفوتبول التونيزيان. موش ما يجي مشيكون تيتولير. ما يجي ملعب. هو. سي بل جانر بشيكون انا رام بلاسا. واضح اه. واضح اه. جدا. تحية اي 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 اه. هو ملعبي هو ملعبي اي 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 اي. ولي عندو مكانيات كبيرة برشة. والله انشاء الله نهار تسيل مصالحة وتوفها لحكي اذين تا جامل اليميم والتصريحات ثم فوزي رويسي ثم عايد الحمروني معناه اللي موجودين معاه. ملعب اخوين. ملعب اي 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 اخذيه واخذيه ولبلايس فما ليا اشكك في فوزي رويسي ولا في عايد الحمروني زادة سمحني. سحيح. لا سمحني افي النقطة هذه بسرعة. اه. اه. الو الاشي اللي قاعد يقول فيه ولي عاود فيه برشة مرات. طيب تجامش انا هو عملش كاريير في في المنتخب. يعني بعد اربعة سعين. ما هو تو عنده. تو عنده بالنسبة لنا لاعب اللي يخرج البارة البلجيكية وفرض وجوده. وعنده ترق. اعطيني كاريير متاعه في المنتخب. لعب اربعة وخمسين ماتش في المنتخب. تم ادعوته في اربعة وخمسين مرة مركة اربعة بنتويت. كان موجود في كانت ستة وتسعين. تحية كبيرة برشة لجمال الامام وتحية اللي زوان لنا في فوت ولي محمد العبدالي. نبشو للاخبار الثاني. رضوان فالحي الشيخ ويلي لعب الاتحاد مناسري. يعاوض عبدالله المحمود زميل في منتخب موريتانيا بعد ما تعرض للإصابة ضد منتخب تونس. وبالتالي عدد اللاعبين في البطولة المحلية اللي موجودين في الكان اللاعبين الاجانب. يرتع فعل ثلاثة. احنا بدينا بززم لعبية فقط من البطولة كاملة اللي هما فيدريكو بيكورو لعب نادي لفريقيا. محمد يمين توقاي في التراجل لذي تونسي تواب وليو ثلاثة. تعليقك على الرقم هذية مقاردة خاصة انو كي نحكيو مثلا على الفين وخمساش كانوا عن خمسة اجانب. في الفين وسبعتاش اربعة اجانب. في الفين واثنين وعشرين اربعة اجانب كذلك. الرقم هذية اثنين الى ما يرمز مع انتها. الفين وخمساش خمسة اجانب. الفين وسبعتاش اربعة اجانب. الفين وارب وعشرين اربعة اجانب. الفين وارب وعشرين زوز اجانب فقط رضوين الفلحي ايو قيرة على الرقم هذية. والكان جاي مكش في تلقى حتى جور. لانو يدل على ضعف البطولة متاعنا. وعلى ضعف الامكانيات. وعلى ضعف الانتدابات. توكور انت اذا كان معندكش فلوس اخوية بشجي ملاعبية من صف اول. اكيد مكش في تلقى هم في الكان. نعرفوا الناس كل في الكان كسوال كامرون ولا نيجيريا ولا سينيغال ولا مالي. المغرب ازاي. الكل يجيبو لكم ملاعبية ينشطوا في الانجلتير في المانيا في فرنسا في بطولات قوية. دونك اللي بشي يقعدوا الاخرين. كالكوزان انت ما يظهر يظهر لي ان البطولة متاعنا غير قادرة على استقطاب ملاعبية اللي يطمحوا بشيكونوا في التريو نيفو ولا بشي لعبوا في المنتخبات متاعهم. مع كامل احتراماتي للمنظومة اللي موجودة حاليا. لانو لعنا نقعدوا نعودوا لعنا انفراسي تركتور لعنا فلوس لعنا ما تشويت فريمان اللي نجموا مبيعوهم حتى لتلافز كل شيء مربو تيلي لا الحقيقة لازمنا كونوا واقعيين لازمنا نخولوا راه الكورة متاعنا ماشية في اثنية خيبة برشة وراهوا الاماج متاعنا حتى الاترانجي ماشية و تضلع. دونك ان شاء الله يجي نهار لننقذوها هو بالحق رأى الكاليتين متاع الملعبية يلدون دو الكاليتين متاع الشامبيونات متاعك متاع النيفو متاعك وتسويق المادة اللي هي الشامبيونات تسويقها البرا اسكو هي تليفزي موش تليفزي لاخراج بها يخايب خاطر اللعب الاجنة ببشي جي يختارك انت وما يختاركش وما يختارش الاهلي ولا الويداد ولا كذي. على خاطر هو مخو في الاروب وفل. وكل شي مربوط بعض. عندي بعض العلاقات اللي من البركس ومن الخليج ولا حتى اوروبا وعندهم ملاعبية فما ديزاجون فما رؤسانة وادي فما غيرو يحبوا يصوقوا الملاعبية متاعه يخلك اخويا انت حتى الفترينة متاعك ما هيش باهية معنا كيفاش فيش يمشي الملاعبية هي لأوروب وكيفش يمشي منتخب يجيك اجن ويخلك الملاعبية متاعه يحبوا مثلا ستاج جاي يكون موجود في المنتخب متاع. تخلك لهنا يا خوية تي حاطة في التلفزة ما نجموش تفرج. هي كانت شامبينات متاع تونس بالنسبة للملعبية لجانب بيش مشيوا للمنتخبات متاعهم تقريبا بقى تكون شي التزاير معانتها عن ثمام لعبية بهين يجيوا من التزاير. هيت نشوفو شكونوا من لعبية ذو مساء عبدالباقي في 2015 مثلا كانوا مشيوا خمسة جانب من الشامبينات متاعنا. أريسونا فول وأسمع شوف الأسامي وانقارنوهم باليعانتها. أريسونا فول عبدالمومنت جابوا. ديدين دونغ بتاع السيساس في متخب القابون. ما بيدي السيساس والكونغو الديموقراطية. فرانك كوم في النجم السيحلي وقتا مشيه المتخب الكامرون. في 2017 شاربعة جانب محمد كوناتين من نجم هشام بالقروي مختار بالخيثر. ماتيو ريوزيكي من نادي الأفريقي معمادة خاشقر. 2019 يوسف لبليلي، رودريكو سي من نادي الأفريقي، تيجاني آنان، إسماعيل دياكيتي، وباسم أحمد في موريطانيا. 2022 ملعبية كلهم جزائريين. وقت اللي تحلتها كل موجة متاع ملعبية بتاع شاميل الأفريقي. ما يعتبروش محلين نلقا. عبدالقادر بدران، توغاي الشتي ثلاثة من التراجل. ولعب من النجم السيحلي حسين بن عيدة. وثنين كما قلنا زوزة جانب فيدريكو بيكورو من غالة الاسيوائية ومحمد أمين توغاي. هالديقراداسيون هذية واضحة، والأرقام لا تكذب من 2015-2024 قاعدين نواخرين في الاسيمي، في الكاليتي وفي الأرقام. الديقراداسيون يجب أن تحرك من مستويات أخرى، مستوى خارجي طار رياضة، مستوى الصلط، باعتبار أن الفشل الذريع في الانتدابات الخارجية هو استنزاف لطاقات مالية في وضع اقتصادي صعب تعيشه البلد. وبالتالي أنا قلت أقبله أن ينعودها، لابد من تحرك من أعلى مستوى ليوضع حد لهذا التلاعب اللي قاعد يسير في كورت قدم تونسية، واللي قاعد يمس في مصالح بلاد كاملة، واللي قاعد يقضي على آمال وطموحات شبابنا، الفلوس هذه اللي قاعدة تهدر بهذا الشكل الفضيع والأجرامي كان أولى أن تصرف على الشباب التونسي على مراكز التكوين في تونس، من أجل عناية أفضل بلاعبين الصغار، وعطاهم دفع من أجل احتلال ما كان في كورت القدم التونسية، ومنها إلى كورت القدم الأوروبية لما لا، معناه هنا عملية تسويق اللي كنت تحكي عليها، وحد ما هذا مش قاعد يسير مالورزمو، والوضع متاع الشباب ماشي هو ينهار، ووجد أشوف أنت حتى شكون إيرانيه في الشباب، سو صنبادي سبيسياليست، وما تسببت به من قضايا فيفا ومنع من الانتداب لمنعبين الأجانب اللي يخلصوا بالدولار، وليهما أثروا على الأند يبيدهم، معناه، معناه انتداب غالط، وفوق ما يطلع غالطي، ولي يتسبب لك في دفعات وقضايا، معناه استنزيف للعملة، معناه، مع أنه السنين اختلف معك سي عبدالباخي، لأنه السنين الكاليتين اللي موجودة تقريباً بيأبخس الأثمان مع كامل احتراماتي، اللي زيت رانجي، اللي جاوا الاسفاقس، وكل ما لتاوى خلك مخذيه حتى فرنك، النادي متاع، نجم الرياضي ساحلي، نفس الشيء، النادي الفريق يشكون فما بيكورو، ويدو تقريباً جاي فاند كونترا زادا ما دفعتش في أموال كبيرة، يا ما شاري برش، شاري برش، بو مش كل شاري برش، أنا أنا أكد لك اللي كل ما همش كل شاري برش، السنين هم في لكسيبش، أما قبل سيفري خاصة الملعبية، انت تشوف دوسيات اللي يتوعل، لكل من الملعبية الجزائريين، ما شاء الله أقل واحد ورب يزيدهم ورب يكرمهم ستين ألف دينار، وانت يخوي يحسب واحد، سيوسف، إذن يخذوا رأيك في الملعبية جانب متوسطين أقل من المتوسط، ما همش معانتها ديز انترناسيونو، رغم اللي عملنا وقتها قوانين، إنه لازم يكون عنده نامبر معاين متاع المشاركات الدولية باش نقويه، لكن القانونة ذاك مهوش قاعد يتطبق، وثم برش ترافيق قاعد صاير متاع ورق مضروبين متاع العب ستاشنماتش مع منتخب الكادة، ودرا شو ما مفهم منه حد شاي، هذا موضوع آخر ودباء آخر، يجيوا بما بالاختائلة، في المقابل قبل التسعينات بداية الألفين، كانوا يجيوا كاليتي ممتازة جدا بأبخس الأثمان، عبدالقدر كيتا، سانتوس، هوني طيب معاش نحكوا على أفريق، معانتها، إبراهيم كوني، كان ديت راوري، هذومة ملاعبية، وماليتولي، معانتها، ليه مقارنة باللي عنا هذومة؟ انتم شفتوها من الكتيل منطلق، احنا كيفاش ما عاش نجيبوهم من برة، لأن الازافريكان، يعني ما عاش يجيوا للتونس، للي شاي لأن الازوروبيان هبتوا لأفريق، على بكري وي، ولي عمرهم 14-15، ولو عندهم دي سانتر، ليه عاملين دي سانتر كريمان، عاملين دي سانتر، مثلا كتمشي انت سينيغال، كود ديوار ماتز عاملت سانتر، فالكود ديوار عاملين دي سانتر، عاملين دي سانتر، يعني هذي اللي خلاتك اللي الجوار دو طالان، اللي كان يجي ويبرز هنا، نقصد، وش ولينا احنا؟ ولينا احنا يجبنا ناخده الجوار اللي آآ نلقاه فيه، الامكانية، لكنها لقد فلوسنا، وعلى قد فلوسها، ما تلقاش المستوى، ما تجيب لك شاي، ما عاش تجيب لك مستوى، مش معناه احنا، شمبينات متاعنا انزل، هو بطبيعته، طبق نعمل لنا لليز متاع شمبينات نزل، وفم برشة اشياء نجمو انتكلموا فيها، لكن مش اللي على خطر شمبينات متاعنا نزل، اللي ما عاش فم ديجوار يمشيوا للكيب نانسونال متاعهم ديز افريكا، لا، على خطر ديراكت، ما عاش يجيوا لنا هنا، ولا يمشيوا لبره، نقاط معك في نفس الاطار، نمشيوا من الجانب التوانسة، كيف كيف تمام؟ فحنا ندعكم تقبل سوم ال siguientehn aqui في 2015 jsem لايبي من البطولة، 2017 إلى 2014 نلايبي من البطولة، 2019 و你有 9، 2022 ننتعمل السبعة واليوم الثمانية هذا الختير، هذا Organization مناس السياسة تفوت طوال العشرة سنين ولينحشرة سنين ومزلنا مستمرين فيها ومزلنا ما صلحنا هاش وبل بالعكس قاعدة ما نتثاقب أكثر فأكثر لأننا على مستوى لفرماسيون متاعنا وليت لفرماسيون متاعنا ما عادش تسمح للجوار متاعنا بشيء يطلع يلعب في السينيور وبالتالي يمشينا للمتقونين في أوروبا بخلاف العملية اللي صارت ولي ما كانتش صالح للكرد قدم متاعنا اللي كنا حالين الباب نارفريك اللي كوان شون هو اللي تونسي لا لي شي مش نعملوا انيكي ليبر بارابول بارتسيباسيون متاعنا متاع اللي كلوب اللي شاركوا في الشمبيان في الشمبيان ليك مش هو موان فم انيكي ليبر ايبا هاك زي ضرتنا اكثر ضرنا هاي بيقول فم سياسة قديمة اللي هذي ومزلت قاعدة ضرر فينا مزل بشي ضرر فينا لحد الان ما صار حتى اكسيون متاع تصليح وحتى برنامج متاع باش نعودوا ونرجعوا نحضروا الولاد متاعنا ونعملوا الانفرماسيون متاعنا بل بالاكس كيتمشي بتعمل طالة انتي انا مستوي الشمبيانة دي جوينة بتاعنا تراه اللي يكونوا مفهمة حتى رؤية اللي يكونوا مفهمة تصليح اه اه رضوين يقول قايل مثلا اللي يسمع فينا يقول لي اوكي اه هذي مع بوتيتر مؤشر لانو الشمبيونة بتاعنا ضعيف بوتيتر مؤشر لانو الشمبيونة بتاعنا مهمش اه وقاعد يتم تهميش ولي بشي جي مراجي معاش لقاحة ملاعبية من الشمبيونة ايما زي دوان كونتر باتي قولك المغرب تزاير الكود ايفور نيجيري دوهم ملاعبيتهم الكل اه في في اوروبا هل نحن قاعدين استقطبوا في نفس الملعبية اللي قاعدين يستقطبوا فيهم على قل جيران المغرب والتزاير وقت اللي بشبشي ونحن للملعبية الفورمية في اوروبا شوف زروق بنسبة البوليتيك هذي تم اعتمادها منذ فترة هو استقدام خاصة الملعبية دو ما اللي نقولوا احنا بينا سيونو اللي يكون عنده زوز جنسيات او مولود خارج ارض الوطن لكن خير انه يكون في المنتخب التونسي هي فكرة طيبة وممتازة لكن حسب رأيي لما تكون كونديسيونال شنو كونديسيونال لما يكون الكاليتين متاع الملعبية اللي عندك كيما تستقطبهم منتخبات المغرب او الجزائر ما ملاعبي في يلعب لك في البرمير ليج ملاعبي في الليجة الاسبانية ان سيد سويت دونك في مستوى معين مقبولة لكن انا شخصيا جو بريفير ملاعبي يكون في النجم الرياضي ساحلي ولا ترجي الرياضي تونسي نادي الفريقي ويكون في مستوى محترم ويكون يكون هو احسن من الملاعب اللي ينشط في الدرجة الثانية الفرنسية مثلا هذه وجهة نظرة وفهم دي كل واحد يعني الكاليتين هو ما سيح متكونين في الاوروب اما ما هيش الكاليتين متاع اللي يشوفوا فيها في تزير وفي الفرق بيننا احنا وبين المغرب تزير ومصر دونك مصر بدرجة اقل ايه هل صامة ملاعبي كنا نجمو جيبوه ما جيبناش هوا فميشو تحت عدد هذا اللي عندك هذك عليش خطلك انا معا الفكرة في لازمة تكون كونديسيونال انه تجيب الملاعبي اللي هو احسن من اللي عندك في البطولة التونسية تبقى الفولي اللي حكيه علي سيوس مهم جدا اللي هو سيفري لازم كتتلاها بليني بي ناس ينو هذو متركز عليه متبعث الناس فما يظهر لي معانا انتها شكون يمشي سليم برانة الكشفين والشيء لكن زادة حتى في الفورماسيون الهنية لازمنا نتلاهاو اكثر ونحاولو نطلعو البيبينيار متاعنا منها ملاعبية كيسون كابابل باش نهار اخر يكونوا موجودين في المنتخب فما موضوع اخر تونهار نخصول وان شاء الله معانتها مدة زمنية نحكيو عليه هما عدد الملاعبية اللي يستقطب ريهم من اوروبا ونسبة تناجح متاحهم وقدش مزيلوا منهم تاو موجودين في الايكيب اه معانتها باش نلقا وراهو نسبة مئوية صغيرة وتاو نحكيو علينا هاري خاري ايه معادي هو روزاروخ اندي كي تجيب عشرة وواحد بركة يخطف ديجا تسمى عمل الحاجبين حتى التاو يخطف فينا العشوري وان شاء الله يخطف ما لديك في الموضوع فالنقطة ديس يا عبدالبيقيا لأنه لا تبدل المناخ الكل ونوعية العلاقات والعقلية هذا المدى الطويل هو اللي يجيبهم يعني همي راو كيف يبدأ الطول هكو جيو تلسق وراموش وتوماتيكمو مش يعطيك بالضرورة نتيجة في وقتها فهمتوكو همي راو ميزمناش لا للقسوة على الملعبية هذوما نسيسور وحنا معهم ونخدمه مش نخدم ملتوه بارك يزبنا ديما نخدم ملتوه والغدوة الشامبيونات متاعنا مهمة شو لا وقعتها ميشو يعني هو ضعيف وإلا وقعت تهميشو بسياسة ممنهجة مو سياسة ممنهجة ولكن توجهات خاطئة معناها فم التوجهات لم تعطي يؤكلها وقعنا الاول لمراجعتها ووضع معناها بلوم تعم 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 انقاذ كورد ما يمكن انقاذه في كورد قدم توسية وان هذي حكاية التيرانيت بالله ما عش تحكيونا عليها يودي تدوا فيرا فيك يخينتي الكاميرون وقت اللي تشارك في الكوب ديمونت كل عام عندها تيرانيت تقبل الكاميرون القوية يمشي الكاميرون ماذا ما حتى تيرانيت حتى احنا نقبل مع الناس احنا مع الناس وعبرنا ثمانية وسبعين ما توحنا الفين واربعة لا لا انتي توى يا رضوان ما تجمش بعصاها سحرية غضوط ولي عندك تيرانيت انتي توى ناس تقبل معنا خمسة سنين وستة سنين قدرك انك توى قدامك علق العلق الستة سبعة سنين باش ولي عندك تيرانيت الستة سبعة سنين احنا العشرة سنين اللي فاتوا همشوا الكورة التونسية والرياضة بصيفة عامة الستة سبعة سنين اخر همهم سبور انتي تشوف الميزانية اللي رازدينها اخوي في مجلس النواب تضحك يا رضوان اخر حاجة في الصلة ممتاح يا رضوان توى ثم محاولة انقاذ بلاد كاملة واقتصاد بلاد كاملة الكورة صحيح ماش اولوية ربما هذا التوجه خاطئ ولكن التوجه مشاو في هذا شنو احنا نشو نعملو انا مطابق متابق واني من هنا العشرة سنين باشو اللي عندي تيرانيت جدوات فيها فيك جدوات تروفي دي سوليشون بالامكانيات اللي عندي مش نقع نتفرج ونهار كامل نبكي ونقول لك معاك هذك فش قادم نعملو اخر يوم اتو يحاولي والخلال حلول مشيت الحلول كلها في الصرق ومشيت كلها بتحقيقات ملعب سوسا المفروض روحارد حاضر ملعب طيب المهيل مفروض روحار المنزر 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 اتكلموا عليهم خالدين يسركم ونفضحوا نفضحوا شي هذا مين احكي لك احنا الكوارجية توا الناس اللي تكور متقول لك شينا الله غالب ما عندي اشترانيت ما نجمش نلعب يزبك تدوها في رفيكس وقتقى حل طب الراسة فلن تلعف الطبعة احنا 78 واخترش احنا المونديال عدنا سلتين هنجازوني والعالم الكلو جزوني انت تكلم ع السينيار ايه نحكي ع السينيار ايه اشتاق قديمة في نفس اللي حالة اللي انت فيها كانت تخذروا للسينيار انا نحكي عليش هم يحكيهم يحكي ع السينيار حتى واحد يتكلم بيت طبعة تيدوس يغرق طب انت تتكلم قلنا احنا بكري ما عناش التريونات وعنا ملاعبية صحيح الملاعبية انت عملتهم في التراع فالبطحة عملتهم فالبطحة البطحة ما شا موجودة تو. ما عدتش فهم مرح. ما عدتش فهم مرح. شا لزم. ما عدتش يولي الكلاوب. ياخذوا الورال متاع البطحة. انت على مستوى الكلاوب. ما فهماش. لهوة بالجاني تاعت. صحيح صحيح صحيح. يعني يعني هات خنحاول اللخص يعني المسئولية مشاركة معند نسل كل. من عند الكلاوب من عند الجامعة اللي هي مسئولة على التكوين. من عند آآ الدولة في حدايتها معندها من خلال الوزارات متاحة والميزانيات المخصة. ميزانية الضحك. والميزانية تحكي عليها انت راه راضين فرح للضحك هذيك. راه 90% متاحة كلها أجور راه. بكش مش في مخك مش تهيئة الملاعب والقاعات. دي شي ما فهم. هاي فاصل ثم بش نحكيه على الخطة التكتيكية. شنو الخطة التكتيكية المثلة للمتحب الوطني تونسي بالنظر للرصيد البشري بعد الفصل. سبوغ بلوس مع اي من زروق على اي فر. اهلا سهلا مرحبا بالجميع والله رضينا عضل بيخي نوعدكم منه طوان نزيدوه نعملوله اكستنسيوه ما في الحلقة متاع غدو ولا بعد غدو الموضوع متاع الملاعب وكذا يا الله غالب دعنا وقتي يزرب فينا بي. آآ نحكيه على الخطة التكتيكية للمنتخب الوطني تونسي سيوسف الزوابي رجعنا يعني للخطة لعب المنتخب مع المدرب الحالي سيد جلال القادري منذ كأس آآ العالم منذ مباراة الدنمارك ثم استراليا ثم فرنسا مرورا بتصفية اللي كان مرورا ببعض المقابلات الودية آآ اللي اللي قمنا بيها آآ آآ لعبنا قدش مرة لعبنا ثلاثة في المحور لعبنا سبعة مرات اليوم ضد الدنمارك استراليا فرنسا الجزائر ومصر في مباراة آآ ودية وندي بلاس مو كوريا الجنوبية وقت اللي خسرنا اربعة وضد الياباني دوم المباراة اللعبنا فيهم في ثلاثة في المحور ثلاثة اربعة ثلاثة خمسة اثنين آآ الضلقسم المشترك كان ها منتخبات قوية أقوى من تكنيك مو فلنمقابل قدش من مرة لعبنا في اربعة في المحور هما باونتوه اربعتاش مقابلة كيف كيف لعبنا اللي بلوتو سامحني ستاش نا ابنت اربعتاش مقابلة صحيح لعبنا سبعة مرات زادة بتلاثة آآ والكل هم كانوا اربعة ثلاثة ثلاثة ضد ليبيا ذهبوا اياب في تصفية الآن ضد غينيا للسيوائية ضد بوتسوانا ضد ساوتومي ضد ملاوي ضد موريطانيا والقاسم المشترك مبنيتها انها كلها منتخبات اضعف منا مستوي ما استنتاجك لهالتوجه هذي وهالمعطية اللي كنا نبسطو فيها سيوسف هو انت خريتها من المنطلق فرق للمنافس اقوى ومنافس تحت مستوي متاعك او في مستوي متاعك هل هذا هو المنطق هو ما يجبش يكون منطق يجب يكون اسلوب معناها المتعامل اللي كونه على مستوى الفرق اللي هو اقوى منك تحب تحافظ على الاسيس ديفنسيف متاعك لكن تفمى السيس ديفنسيف تبداها من الخط الخلفي وفمى الاسيس ديفنسيف تبداها من الخط الامامي معناها انت وشنية الفلسفة متاعك انت والقدرة متاع الملعبية اللي عندك بيش تعرف انت كيفاش تتعامل مع المنافس اما كي تبدو عندك انت الخط الامامي غير قادر بش يعمل المدافع الاول مستر بيش تغطي الخط الخلفي احنا نلعب فيها للدفاع احنا نلعب فيها للدفاع لي Urm 5 5 3 2 ولا تلعبami وnon 3 6 1 الرسالة في الحالية الكل تństعاملعبية في اللاقس ليش خطر يمسو لك العناسة متاعك يجب مسوdep بالنسبة للفلسفة المدرب يحب يغطي الو، الخط مثل الدافrire متاع. لكن احنا كنشوفوا الهداف اللي بيشتجناهم. وخنلعب وترواها. مم. لكنهم من الاكس. والا. ما عادش مشكلة متاع اعدد. مشكلة متاع اني مساء. مشكلة متاع اه نظرتك للطريقة الدفاعية اللي بيشتوخها. مم. مع الفريق القوي. كي نغزلوا للبول متاعنا القول ماتشلول ضد ناميبيا ثم مالي ثم جنوب افريقيا. نفهموا من 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 المنطق وفلسفة جلال القادري من خلال مبارياته منذ اشرافه للمنتخب الوطني تونسي انه في المباراة اللولة بيشنا لعبوا لا اربعة ثلاثة ثلاثة ثم بيشنا لعبوا ثلاثة في مبارتاج جنوب افريقيا ومالي بسويت اه لوجيك معناه. والله هي اه هي كل قناعات. اه دروق هي قناعات متاع المدرب. اه. اذا المدرب الحاليا مزال ما بعد عامين ما 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 كانش متوجه لطريقة معينة. هي راي اه تلعب تروى ولا ولا دو دون لاكس معنا تعمل. يجب�� ٓ١ حسب الظلالة. قد راي اه بالعقس يفو instructional في الترانسيشن بش نواليوكالكال كوت الديفنسف بش نترجمو الآن هذا يجب أن يتخدم ويجب أن يكون لديه قد يتعدم في النقطة بالذات وخاصة في المليلتران. خاصة في المليلتران. لو قاعد نسمع عنا في برشة كلام حطوها ثقل ووذيع موش في صلاحنا. ما بين سخيري العيدوني. سخيري العيدوني. معناها بش تقول لي ان بروبلم. هو دي جاء. هو دي جاء عنا مشكل في في بيفو. عنا مشكل. خاطر وكان اتنحى السخيري. معنىش هندي ام بيفو كيلرون بلاس. حتى وكان هو العيدوني. اه حتى اي فولا حتى كان العيدوني. خاطر العيدوني دي جاء في كلام تيل يلعبرو لي العليمين. معناه. اذا تنحاوذوا مزوز. معنا حتى واحد عوض. بي. اه رضوين على ما يبدو الدباء ذا بش نزيدوه شوية في الساعة الثانية. اذا كنت حب تقعد معنا سيفوزي مرحبا بك. اذا كنت حب تمشي اسيف سيوسف سامحني مرة اخرى. اه فما حتى مشكل. سؤالي لك رضوين هل نحنا لازم نقلم الخطة متاعنا على حسب طبيعة المنافس. والا العكس واللي لازم ويصير. يقول لك نحنا تونس نحنا ننبوزي وستيل دوش متاعنا. عنا ريبوتاسيون متاعنا. عنا ليدونتيتين متاعنا. ونحنا تونس نحنا نسق اللعب متاعنا. باه. في قراءة اللي استاتيستيك اللي عملتم ويعطيك صحة. بخوط لكم بكري برافو. لانه مهم جدا انك تتبع معناتها لانشانمون تعليماتش وتفهم المنتخب بطريقة اللعب متاعه. سبعة مباريات استعمل فيهم ثلاثة مدافعين في محور دفاع. وسبعة الاخرين استعمل فيهم معناتها زوز مدافعين فقط في اللاكس. اه الكريتير هو صحيح اللي حكي عليها توسي يوسف واللي انت استنتجته ضد المنتخبات اللي يقل منك مستوي تقريبا الاعتماد كان شبه كلي على اربعة مدافعين فقط. من هنا شنو نفهمه? نفهمه انه المنتخب التونسي في الانيماسيون متاعه وفي التوظيف الملاعبية كي نستعملوا ثلاثة في المحور وكأني راهو قاعدين ندافعو وصبغة دفاعية اكثر من هجومية واضح. اذا كمش تلعب باربعة. دونك اوتوماتيك موت حاول تبني اللعب وتمشي فير لفون. هذي هي الفلسفة. يما نحنا كي نلعب باربعة ضد المنتخبات اذوم اللي اقل منا سوتوميو بوتسوانا والملاوي وموريطانيا نهار السبت وليبيا وكذي نلعب باربعة. يمش قاعدين نصنعوا في اللعب. لا لا هابش كمل لك. هابش كمل لك للاخر طبعني وكهو. الهناي رو مش بالضرورة كي ما خالك سيوس بش تلعب تلاثة في المحور. معناه تارك بش تلعب خطة دفاعية. تنجم تكون الانيماسيون يوخد وعندك تلاثة ذوك من كوفيرتور ودي ما يصير الديكالاج والجليسمون على درواتي يا جوش. ويكون وسط الميدان متاعك معبي ونس كل في سيبريوري تاني امريك فير لفون. دونك ما هيش مقياس. الهناي شنو والبارم اه ربار متاعك هي التنشيط الهجومي والدفاعي اللي بيش تعتمدوا في في المقابلة متاعك. تبقى لهناي الناس كل لازمنا نتفقوا انه المنتخب التونسي في المباراة الاخيرة كل عنا مشكلة متاع بناء لعب. يمكن ما عدا مباراة مصر اللي شفنا فيها اكسيون متاع الهدف متاع العيدوني تخدمة ملجارديان حتى الفير لفون وصلت الكرة هدف ممتاز. تقريبا عنا ام بروبليم في الترانزيسيون في الانتقال الحالة الهجومية. غالبا ما نلقاه ولملاعبي اللي بشي خرج الكسورس دو بالان دي ما فام رتار اللي بشي يعطيك ملي المليشيون اللي بشي يعطيك اللي بشي يعطيك اللي هو الصخيري اللي هو خدم معاه العيدوني لانه هنأبع للمجبره بالرمدان ولا انا حنأبع المش موجودة اما في البريودة دي كهوما اللي ملاعبية هدوما. لهناي نختلف شوي مع يوسف. اه. في حكاية اللي دو بيفو هدوما. توا في المرحلة هذي انا شخصيا نشوف اللي هوما. اذا كان يلعبوا الاثنين بجنب بعضهم. سور لامام ليني سافا كوزي ام بروبليم المنتخب في بناء اللعب. مش من ناحية الدفاعي. لانه تقريبا فما لانتور كبير اشاك فوا. اذا بشي يخدوا الزوز. سور لامام ليني. امم. ربشنا الخوضي في كورتي. رضوانا ما قلتش لابر المملين. لا 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 نحكي لك معنا. لا نختلف معك العكاية انه وليوا مشكلة. صحيت انت والتوظيف. في الميكروسي. يكون توظيف اللي في امكانياتهم. والا والا. عندهم الممكن تول عيدوني مثلا سيوسف الجامعية متاعه يلعب يوصلي مركي يوصل في البوكس معنا لعب بوكس تو بوكس. تقريبا كما بالرمضان لما كان في ترجير ياضي تونسي. ربوين اش قولك نكملوا ديباع بعض الاخبار. خمزيدوه درجية. ممتاز جدا ديباع وعندي منسل بك دي. وعندي منسل سيوسف على انه قال عنا اشكال في الترانزيسيون. كيفيش لازم اتتصلح كنتي كمدارب عطينا لزاستوس. شنو من النصائح واللزانس فريكسون لازم يتعطاو باش يتصلح الانتقال من الهجم من الجانب الدفاعي الى الهجومي. اخبار ثمانية بتعليم وراجعين في ساعتنا ثانية من سبور بلوس.